من جهة توقع رئيس لجنة السياحة والأثار في مجلس محافظة كربلاء المقدسة جاسم المالكي وصول أكثر من 17 مليون زائر عراقي وأجنبين إلى مدينة كربلاء المقدسة لأداء مراسيم زيارة أربعنية الإمام الحسين عليه السلام وأوضح المالكي أنه من المتوقع دخول أكثر من 15 مليون زائر من داخل العراق والعدد قابل للزيادة لأداء مراسيم زيارة أربعنية الإمام الحسين عليه السلام وأضف أن أكثر من مليوني زائر عربي وأجنبي سيدخلون إلى المحافظة خلال زيارة مبيننا الخطة الخدمية تضمن التحضير مدارس وخيم داخل مركز المحافظة السعداد لدخولهم شكرا شكرا